اذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة معلومة لصحتك مع الدكتور محمد عبدالوهاب الابجيجي استشار الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد ازاي تخص في رمضان اللي عايز وزنه ينزل عنده في شهر رمضان فرصة ذهبية علشان ينزل وزنه بأقل مجهود لان في الشهر الكريم ده صيبنا ساعات طويلة بيقتطع جذء كبير من يومنا من غير مناكل وبيخلي عدد ساعات الأكل في اليوم محدود جدا شوية تنظيم صغيرين في أكلنا خلال رمضان مع حبة إرادة صغيرة هنقدر ننزل وزننا بسهولة جدا خلال التلاتين يوم دول لان الدراسات الطبية قالت ان من الطبيعي ان وزن كل واحد مننا المفروض ينزل في رمضان من اتنين لتلاتة كيلو يبقى ازاي نخص في رمضان نبدأ اليوم من أوله من أول وجبة الصحور الوجبة المهمة جدا علشان الصيام لو ركزت انك ما تكلش فيها سكريات ونشويات كتير وتركز أكتر على البروتين زي الفول والبيض والعتس الحاجات دي ما بتتخنش وكمان بتنفعك أوه في الصيام لأن هضمها بياخد وقت طويل فبيقلل الشعور بالجوع ده غير طبعا تمتها الغذائية العالية مهم أول في وجبة الصحور ناكل فاكهة في رش اللي برضو ما فيهاش سعرات حرارية عالية وفيها كمان شوية فيتامينات كويسين وفيها نسبة مية كويسة بتمنع العطش خلال الصيام بعد كده في خلال ساعات الصيام ممكن نعمل ايه علشان وزننا ينزل بالكتير بعد 8 ساعات من وجبة الصحور اللي انت كلتها بتكون الوجبة دي خلاص اتهدمت كلها وعلشان جسمنا محتاج طاقة بعد 8 ساعات بيبدأ الجسم يخرج من الجولوكوز اللي متخزن في الكبت لمدة حوالي 6 ساعات علشان يحافظ على مستوى السكر والطاقة في الجسم زي ما هو بعد كده بيبدأ الجسم يكسر من الدهون اللي موجودة في العضلات علشان يصنع منها سكر وطاقة برضو علشان يحافظ على استقرار مستوى السكر في الدم علشان كده اللي عايز يخس انسب وقت يعمل فيه رياضة زي المشي الرياضي سواء في الهواء الطلق او على المشاية الرياضية هو الساعة الاخيرة قبل الفطار وقت ما يكون الجسم خلاص استنفس كل السكر اللي عنده وبدأ فعلا يحرق في الدهون فبتكون الرياضة في الوقت ده مفيدة جدا علشان التخسيس لان حرق الدهون دلوقتي هيبقى عالي جدا مع الرياضة مع المدفع بقى مع بداية الفطار لازم اللي عايز يخس يقلل جدا من السعرات الحرارية اللي بياخدها يعني يقلل من النشويات والسكريات وكمية الأكل بصفة عامة ازاي؟ لازم يفطر على طمر ويستنى شوية يعني ما يكلش وجبة الفطار الأساسية كلها مرة واحدة مع المدفع لما نستنى شوية بعد ما نفطر على طمر نسبة السكر اللي في الطمر هتوصل لمركز الشبع في المقه وتخليك تحس انك بدأت تشبع وتخليك ما تكلش كتير بعد كده برضو اللي عاوز يخس لازم يقلل قوي من الحلويات الشرقية بعد الفطار ويستبدلها أحسن بفكهة هتكون أفيد وأقل بكتير في السعرات الحربية نتمنى للأمة كلها شهر رمضان مبارك ومفيد لصحتنا كل سنة وانتم طيبين كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأب جيجي استشار الكبد والجهاز الهضمي والمناظير وزراعة الكبد ونائب مدير برنامج زراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد وإلى اللقاء ومعلومة جديدة لصحتك ترجمة نانسي قنقر